مرحبا برج الجوزاء هذي قراءة الكالعاطفية اول شي طقتك انت يا برج الجوزاء ارى انك في العلاقة في السابق عندك اول شي الفارس الخماسيات فارس الارض العلاقة بالنسبة لك كانت ماشية جدا بشكل مريح كانت مستقرة خليت انك تحس بكفاية من الناحية العاطفية احس انه كفاية هذا الشخص وايضا احسك ما كنت مستعجل على الارتباط كنت مستمتع في هاي المرحلة مع الشريك ولكن صار شي غير متوقع صار انفصال صار زعل دخلت في مرحلة اربع السيوف وهذا غير الامور بالنسبة لك بخصوص شنو كان الزعل ما اعرف احتمال بخصوص طرف ثالث احتمال انك صارحت وسألت عن طرف ثالث او الماضي ولكن هذا سبب شرخ في العلاقة وحتى ان كان الزعل بالنسبة لك اشوفه كان مؤقت ولم يأخذ وقت طويل يعني ممكن تكون زعلة بسيطة لكن تصرفات الشريك في اثناء فترة الزعل هي اللي فعلا اثرت على العلاقة خلتك تنتقل من طاقة الفارس الى طاقة الملك خلتك تكون جاد فالسابق انت ما كنت جاد بخصوص الزعل او حتى المطالبات اللي قاعدة تطالب في هالشريك كنت ما اخذ الامور براوية وموش هاي الهم شيء مثل ما يقولون الليبنانيين مش عادة الهم اي شيء بس الزعل اللي صار كشف لك امور عن هذا الشريك كشف لك جانب انت كأنك اشوفك هني واقف وتعيد تقييم وتفكيرك في هذا الشخص تحس ان تفكيرك ما قام في محله اكتشفت عنا اشياء ابدا ما كنت ما تخيل ان هذا الشخص ممكن اقوم فيها بس اخذت برايك ورجعت منه بقوة راجع عندك مطالبات عندك اسئلة عندك تحقيق تريد ان تفتحه مع الحبيب وتريد ان يجاوبك احتماله ايضا حاليا ملتزم فترة الصمت لانه عنده كارت العالمة هي حافظة الاسرار شنو السيناريو الاشوفه اغلب شيء صار كنت في زعل بسيط زعل اطفال زعل خفيف ابدا ما يسوا شيء ولكن هذا كان نقطة محورية اكتشفت فيها اشياء عن الحبيب ابدا ما كنت متوقعها تغيرت نظرتك اليه تغيرت طاقتك بخصوصه السيوف هني تعنيلي الحقائق اكتشفت عنا اشياء انت غير مستعد ان تصدقها عنا او غير مستعد ان تتعامل مع هاي الحقيقة اللي اكتشفتها عنا احتمال ايضا شخص لانه عندنا كارتين احتمال ايضا شخص هو اللي وصل لك اخبار عنا واكتشفت اشياء لم تعجبك ولم تصر خاطرك يا برج الجوزة لانه الاقل ان الشريك عندك لديه كارت العالمة The High Priestess The Fool في فترة الزعل او في فترة ما كنتم مع بعض انت اكتشفت انه كان يسوي شيء من وراء ظهرك الفول هو كارت البدايات الجديدة ولكن ممكن ايضا ان يعني كارت ان احد يغافلك وراء ظهرك كان تشوفه مثل المهرج خلي قرب لك الصورة مثل المهرج يحاول برقصته بحركاته بملابسه يشتت انتباهك عن شيء مهم ما هو الشيء المهم؟ كان فيه تبادل اكواب للأسف كان فيه تبادل اكواب من وراء ظهرك واحتمال انك عرفت عنه او شكيت حتى لو عرفت انت حاسس او شاك وهذا الشخص قاعد يشبت انتباهك ألاقي جدا انسان مزوح يحب الضحك لا يأخذ الامور بجدية كارت المشاغب عندنا عند الامور طيبة ولا يأخذ حتى مشاعرك بجدية حتى وان كان يعرف ان هذا الشيء خطأ سوى شيء من وراء ظهرك رح نكتشف شنو هذا الشيء في الطرف الثالث قراءته ولكن اعتقد انك حاس وان لم تحس سوف تأتيك سوف يأتيك شخص بالأحرى يحمل اليك اخبار سيئة ان هذا الشخص فعلا كان يتلاعب من وراء ظهرك وان كان له الحق وان كنت في فترة انفصال ولكن في فترة الانفصال الشريك قام بشيء يحاول ان يداري عنك يحاول ان يتستر عليه عندنا كارت العالمة خازنة الاسرار او احتمال انه كان مفكر انه راح يستطيع ان يداري عنك هذا الشيء اللي فعله من وراء ظهرك ما هو الشيء الذي فعله اتوقع انه رجع لشخص من الماضي او شخص ثاني مو مهم من الماضي من الحاضر لان هذا الشخص رفض شريكك عنده اربعة الاكواب ممكن ايضا يكون العكس هذا الشخص كان بانتظار كوب الطرف الثالث كان بانتظار كوب بانتظار رجوع شريكك شريكك رجع له ولكن لم يعرض عليه الكوب الكوب ظل محتفظ فيه من اجلك يعني فعلا يمكن صار بينهم كلام بينهم احاديث بينهم رجوع مؤقت ولكن كرت الحب الشريك ظل محتفظ فيه من اجلك انت وهذا خبر جيد انت الذي تعرف السيناريو اللي تمر فيه ولكن كان هناك رفض لكوب احتمال ايضا هذا الشخص رفض كوب شريكك لماذا؟ لانه عندنا اربعة الاكواب وهي طاقة الانسان اللي جالس لا ينظر الى الاكواب التي تعرض امامه لا يريد المزيد وعندنا ايضا خمسة السيوف خمسة السيوف تعني لي ان هذا الشخص الطرف الثالث كان كل همه احتمال ان هذا الشخص اللي دخل بينكم كان كل همه ان مجرد يخليكم تنفصلون عن بعض كان مجرد همه ان يخليكم تخسرون العلاقة وفعلا ارى انه حق جزء ولو جزء بسيط حق امنيتها عندنا كرت لحقيق الامنيات تسعة الاكواب شنو كانت امنيتها مجرد ان ترجع لك كرامتها احتمال فعلا الشريك تبعك خطأ ولكن اشوف ان خطأ مقارنة بهذا الانسان المتلاعب خطأك كان بطيبنية لدرجة ما يغفر له لان كل شيء فعلا كان طاقة طفولية طاقة غير ناضجة عندنا الفول مجرد كان ردة فعل على انفصالكم على الزعل اللي بينكم وهو فعل هذا الشيء مع هذا الشخص رجع كلمه رجع يسولف معاه ولكن كان شيء مؤقت ايضا بينهم ولكن هذا الشيء المؤقت بالنسبة لهذا الشخص هو تحقيق الامنية كان مجرد منتظر ان يرجع اليه الشريك يعرض عليه كوبه من الحب مجرد عشان يحس بانتصار داخلي ترجع لكرامته لان ايضا احتمال ان هذا الشخص نفسه عندما رجعت اليه كرامته وحس بانتصار عليكم انتو الاثنين هو نفس الذي رح يرسل هذا الشخص او رح يحفز حتى وان كان مو بشكل مباشر يرسله رح يحفز يوصل الاخبار لهذا الشخص الكبير ان يخبرك بافعال الحبيب ولكن بما انك قاعد تستمع الى هذا الفيديو انا ارى انك تستطيع ان تحول نصر هذا الشخص الى خسارة تعكس الكرت كل كرت ممكن يقرأ عكسيا ترى شلون تعكس الكرت عليه ما تخلي يحس بحلاوة النصر اللى هو يتوقعها خمسة السيوف هو كرت بالعادة مجموعة من الناس يتحاربون شخص معين ربح حصل على جميع السيوف فهو الان لديه جميع السيوف لديه الانتصار ولكن خسر جميع الناس اللى حوله يأتي بثمن هذا الانتصار وانا اقول من رأيي ان حتى الانتصار لا تجعله يحس بحلاوته تأكد ان الكوب الذي من نصيبك سوف يأتيك انت وفي امور كثيرة في العلاقة المفروض نتغاضى عنها دائما في شخص في العلاقة نضوجه اقل من الشخص الثانى في شخص يسامح وشخص يخطأ في شخص تصرفات شوي تكون طفولية ومشاغبة ولكن بطيب نية كرت الفول رقم صفر هذا الشخص ليست لديه اي دوافع خفية خائف من ردة فعلك اي نعم ولكن نية جدا صافية ولكن ايضا من رأيي ان انبهك على شيء معين انت اس of cups تأكد يا برج الجوزاء ان مهما عرض او حدث بين هذلين الشخصين هذا لم يكن حب هذا الشخص فعل هذا الشيء بدافع الانتقام مجرد عشان يحس ان هذا الشخص رجع له وهو الان يرفضه ان احتمال ان هذا الشخص ابتدأ بالرف واختارك انت وتأكد بان كوب الحب اللي مكتوب لك انت هو ليس نفسه اللي قدمه لهذا الشخص مجرد كان رجوع مؤقت بينهم مثل ما اخبرتك رجوع بدافع التسلية بدافع احتمال ان هذا الشخص كتم في قلبه لديه كرت العالمة كتم ايضا في قلبه الحزن بسبب الانفصال او الزعل مؤقت بينكم كانت اول ردة فعله ان يرجع باتجاه الشخص من الماضي شخص كان دائما شوف الاكواب تسعة تعني لي دائما نظرة ثاقبة هاي الشخص دائما كان ينتظر اللحظة المناسبة ان يرجع فيه هذا الشخص لكي يعزز انتقامه واحتمال ايضا انك في السابق لم تكن منتبه لهذا الشخص من الماضي ولكن تأكد ان في المرحلة القادمة سوف تسمع به سوف تأتيك اخبار عنه رح يحرص ان انت يعني عنده شوي طاقة انتقامية رح يحرص ان انت كما انك تعرف اسمه يكون موجود يذكر اسمه لهذي الدرجة هذا الشخص تأذى في السابق والان عنده انتقام وعنده ردة فعل عكسية الحل الوحيد لك لا تجعل هذا الامر يصل اليك يتوقف لان اذا تحققت النتيجة اللي يريدها هذا الشخص الطرف الثالث وهو الانتصار له والانهزام لعلاقتكم رح يكون حصل على مراده فيه فعلا الكثير من الاكواب اراها ولكن ايضا تأكد الكوب كوبك انت كوب حب شريك لك مختلف في زاوية لحالها في مجموعة خاصة ليست مع باقي الامور والاكواب اللي مرت مع هذا الشخص تأكد من هاي النقطة بحيث ان لا تشكك في نفسك لا تشكك في مكانتك عند هذا الشخص وتقول انك ما رجع لي سيرجع للاخرين وكذا وكذا كانت مجرد يعني غلطة خلا نقول غلطة بحسنية واذا لم يحدث الموضوع لحد الان احتمال ان يحدث في المستقبل فكن متنبه كن متسامح ايضا ارى ان هذا الكوب هو مثل كأن التسامح اللي راح يصدر من طرفك انت ورح يكون مثل النار هذا الشخص يحاول ان يولع نار في العلاقة كوبك انت كوب الحب اللي راح تعطيه التسامح التفهم اللي راح يكون من جانبك لان انت اشوفك جدا صبور في طاقتك العادية راح ينهي ويغطي على هاي الطاقة راح اسحب لك ايضا كرت تبع المفاجئة في المستقبل اذا راح تكون في اي مفاجئات اجمل طريقة ننهي فيها القراءة تبع المفاجئة تبع المفاجئة تبع المفاجئة بالضبط شنا اخبرتك قلت لك هذا الشخص قبل ان ارى هذا الكرت وانا خلطت الاوراق امامكم قلت لك ان هذا الشخص عندي احساس ان يحاول ان يولع النار النار سوف تصلك عن طريق ملك الاغصان وهي طاقة نارية راح تأتيك اخبار نارية اخبار تستفزك من قوتك الحالية من طاقتك الحالية عليك ان تكون ملكة الجليد يعني مش فقط بارد ملكة البرود او ملك البرود في حالتك لان هدوءك هو اللي راح يطبطب على الوضع نون اكشن عدم اتخاذ اي فعل نون اكشن هي النصيحة لك لا تصدر منك اي ردة فعل تجاه النار اللي راح يحاول هذا الشخص ان يوصلها تجاهك انت راح يحاول يفركش فيها او يخرب فيها على الحب اللي اتيك من جهة الشريك preserved احتفظ بالمشاعر السيئة والغيرة والعتاب في الفترة القادمة في نفسك او عبر عنك بطريقة صحية لا تعاتب كن مثل الاسفنجة تهد الوضع تسحب الطاقة تسحب الماء في نفس الوقت انت عندك انتايتلمنت هذا الكوب ملكك انتايتلمنت هو بما معنى الملكية او حق الملكية انت عندك حق هنا لا تتخلى عنه من اجل اشخاص يحاولون ان يخربون علاقتك اتمنى لك التوفيق كالسي سي برج الجوزة